ازايكم يا اجمل متابعين في الدنيا وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت جاية النهاردة وجايب لكم قصة جميلة جدا واسقة ومتأكدة انها اتعجبكم لكن قبل ما احكي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة واتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنقدمه همي يا بيت روح يشوفيلك شغل بدل جعدتك الخيبة في البيتك ده مش كفاية صرفت على علامك لحد ما اتخرجت من كلية تجارة وفي الاخر جعدت حدايا وريدان اصرف عليك كمان يا بوي كابرج لاي دابت من كتر ما بدور على شغل اعمل ايه يعني يا بوي اشج الارض واطلع منيها شغل ما ليش فيه شوفهنيه اي حاجة اشتغلي فيها واتفلوس ما تهم انت يا بوي تنزل تشتغل على الاجل انت راجل وما يتخافش عليك لكن انا بخاف من نظرات الناس ليا انا ما بشتغلش هم منزلي شوفي شغل حاضر يا بوي انا صفية خلصت كلية تجارة من سنتين ومش عارف اشتغل بشهادتي عايشة مع ابويا وللأسف ابويا رجل عطل وخامرجي ومتكل علي في كل حاجة انا ما سبتش حاجة غير لما اشتغلت فيها صفية دخلت الحمام وغسلت وشها وتوضت وخرجت ولبست ازدالها ووقفت تصلي وتدعي ربنا انه يوفقها وتلاقي شغل مناسب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا رب افتح ابواب رزق فوشي صفية نزلت تدور على شغل وهي نزلة قبلت جارتها ام ادم وقالت ازايك يا صفية اخبارك ايه يا بتي الحمد لله يا امو ادم يا بتي مش دايما بقولك تبجي تجولي يا امو حضرة الزابط اول ما صفية سمعت سيرة حضرة الزابط قالبع رفرف من الفرحة الا بصحيح هو ادم اخباره ايه غاب وجلع الدولي باينك ديه عجبته العيشة مع ابنتة مصر زين يا بتي وكل ما جلت على هناء اخدم في سهشفه وسط اهلك وناسك يقول للم ارتاحه هنيه يما في القاهرة مش عارف عجبه ايه في القاهرة دي داني روحتها وحسيت فيها بكرشة نفس من الزحمة يا اختي وفيها ناس يامة بسمع ان القاهرة دي حلوة جوية يا خالتي ولما بيجي مشاهد في التلفزيون من شوارعها بتبقى شكلها حلوة جوية خالتي يا محضرة الزابط جدع يا صفية انا جدي احبك لما تقولي لي يا محضرة الزابط الا انت خدتيني في الكلام هو انت نزلك ده ورايح على فين رايح ادور على شغل يا خالتي ابوي ام صحيني من النجمة عشان انزل اشتغل واجيب لي فلوس ابوك ده عادي من المسئولية ما كفهوش اللي ياما عملوا مع امك بيعملوا معك دلوك ادي ايه يا خالتي رب يرحمني من الشجاة والبهدلة دي رب يرزقك من الحلال اللي يصونك ويحفز عليك يا بتي ويرحمك من اللي انت فيه ده عاد ويهديلك ابوكي مع اني اللي ازاي ده عمره ما يتهدي مفيش حاجة بعيدة عن ربنا يا خالتي فتك بعافية هنزل ادور على شغل جبل ما الدنيا تلاي وفي محل ملابس اتكلمت صفية وقالت لو سمحت في شغلي موجود ليا انا خرجت كلية تجارة ممكن اشتغل في الحسابات او اي حاجة مش هتفرق بجا ايوة في ولو مفيش يبجى فيه عشان خطرك انت صفية قلقت منه وبصت له بخوف وقالت في سرها ربنا يستر طب هبدأ الشغل من متى ياه هو بصحيح اسمك ايه اسمي عادل والشغل لو تحب تشتغل من دلوقات هم يشتغلي بالجد مش عارف اشكرك ازاي الله يخليك ويوسع رزجك وفي البيت عند ردوان ها لجتي شغل ولا زي كل يوم جاي بيدك فضي عاد الحمد لله يا بوي ربك كرم بشغل بس اكيد يعني يا بوي مش هجبط فلوس من اول يوم مش هجبط فلوس من اول يوم شغل عاد هتكبضي كام معرفش يا بوي هكبض اللي اكبضه المهم ما جيب اي فلوس طب اسألني لول هتشتغلي ايه وفين مش مهم يا بتي المهم الفلوس لو سبتي الشغل دي هكروشك من البيت وملكيش جاعدة فيه تاني حاضر يا بوي اطمن اتجاد عنك ديه عشان تشوالي نفسك عشان جايلك عريس وانا وافقت عليه ازاي يعني يا بوي توافق عليه من غير ما تاخد رأيه هواني كيس جوافة هو مشان اللي هتجوز هو من ميتة واحنا عندنا بنتة بناخد رأيهم في الجواز الرأي رأيانة هواني اللي وافق اوارفب طب هو مين ديه يا بوي عريس الغفلة صاحبي سمير نعم يا بوي رأي تجاوزني واحد كبيرك ديه مش رأي ده يا بوي اكتني حانش يحيشك انا خلاص عطيت كلمة للراجل صفية بصت له بغضب وثبته ودخلت قضتها وهي متعصبة وفي صباح يوم جديد في الشغل اتكلم صاحب الشغل وقال صباح الخير على البنور المحل نور بوجودك يا صفية شكرا لحضرتك وريدة منك طلب وكنت محروجة منيك هو لو ما فيهش احراج يعني ممكن تجبضني اصلا عندي ظروفك ده ومستعجلة على الفلوس تمام ما فيش مشكلة خالص هعطيك كل اللي انت ريداه بس تسمعي كلامي وتنفيزي اي حاجة طلبها منيكي انا شطرة جوي في شغلي اتطمن حضرتك الا متطمن داني متطمن جوي صفية في سرعة بتقول ربنا يستر جالبي مش متطمن لك ولا نظراتك بس ما فيش في يدي حاجة عملها انا لو سبتي الشغلة بوي هيكرشني من البيت ربنا يستر باجة في البيت عندي صفية وردوان اتكلم ردوان وقال جبت فلوس يا بيت انتي ولا زي كل يوم ما فيش معايا يا بوي جبتلك يا بوي طلبت من صاحب المحل وما تأخرش علي عاد اول ما طلبت منه عطني على طول الشكل رجل طيب خليك معه وعكدها ملي بس جالبي مش متطمن لك ده نظرته مش عشباني هيعمل فيك ايه يعني انتي بس اللي شبه همك كانت شايفة الناس كلتها وحشة الله يرحمها باجة ارتحت والله وفي صباح يوم جديد همي يا بتي خطيبك جاي اجعد معاك شوية اجعودي معاها بابا جبل ما تنزلي شغلك خطيب مين ده عاد يا بوي في ايه يا بتي مش هني قلتلك ان انا وفقت على خطوبتك من سامر صاحبي يا بوي هو الحديد كان بصحيح عاد اني مش رايدة الجواز يا بوي همي يا بتي جمي بطري ده العباجة حاضر يا بوي صفية قامت دخلت الحمام وغسلت وشها وخرجت وتوضت وصلت ازايك يا عروستي اخبارك ايه بسأل ابوك عليك على طول الحمد لله لك ويسا جوي عمو سامير عمو ايه يا بتي انت دلوقتي باجتي خطبتي وكلها ايام وتبجي مرتي واتنواري بيتي صفية بصتله بغضب وقالت له اني لازم اهم انزل عشان متأخرش على شغلي تحبجي وصلك شكرا اني خبرت طريق زين صفية وهي نزلة على السلم شافت الزاوية ادم جاي زيارة الامه اهلا يا ادم ازايك وكيفك اخبارك ايه انت رحت وجلت عدولي معلش باجة مشاغل الشغل غصب عني والله انت عاملة ايه الحمد لله اتدار وحشة جوي من غيرك اخبار ابوك ايه لسه زي ما هو ايوة ادعيله يا ادم انا نزل عشان متأخرش على شغلي سلام سلام في رعاية الله وفي الشغل عمد الصفية اتكلم صاحب المحل وقال ما تيجي نروحه في اي حتة نجعد مع بعض هبابا نتحدث على انفراد ازاي يعني يا استاذ عادل ايه الحديث الماسخ ده هتفعلك كل اللي انت عايزاه لو سماتي كلام زين وهلبسك الدهب لا طبعا انا ما بدخلش لجمة في جوفي الا لما تكون حلال ايه اللي انت بتطلبه مني ده اللي انت بتطلبه مني ده حرام ابعد عني وهامل نمشي لا مش هاملك تمشي اجعودي هنيه وهعطيك كل اللي انت رايداه وبيمسك ايديها وبعدت ايده عنها وخرجت من المحل تجري وراحت على بيتها وفي الدارة عند ردوان وصفية مالك يا بيتي جاية انهاجك ده ليه انت كنت بتجري ولا ايه واكد كني سركت حاجة من المحل اللي انت شغالة فيه لا يا بوي هو انا من مت حرامية وانت مش شايفة شكلك عامل ازاي صاحب المحل بيتعرض لي يا بوي وانا هملت له المحل وجيت جري خفت منه انت هملت الشغل هنجيب فلوس منين عاد دلوك اناكل ونشرب منين روح يحبه على يد الراجل وخليه يرجعك شغلك بقولك يا بوي بيتعرض لي ارجع المحل تاني ازاي ردوان امه ضربها وقال لها هترجعي الشغل يعني هترجعي الشغل حرام عليك يا بوي عاد وفي البيت عند الزابط ادم وامه قاعدين في بيتهم سمعين ردوان وهو بيدرب بنته اتكلم ادم وقال هو لسه يا ماما لحد دلوك الراجل ده لسه بيعمل بنتك ده الراجل ده مش طبيعي اه يا ولدي الليل ونهار نسمع سرخ البيت صفية كده يا جلب امها غلبانة اني طلع للراجل ده هوجفه عند حده يا ولدي لا يتعرض لك ده راجل عدم الاخلاج يا ماما انت مش عارفة ابنك مين اني سيتي يا ماما انا مين ولا ايه وفي البيت عند ردوان وبنته ادم خبط على الباب ردوان فتح الباب وقال اهلا سعدت البيه ادم اتفضل ادخل هم يا بيت هاتي حاجة للباشا يشربها خليك يا صفية انا مش جاية ضايف انا جاية اشوف حل مع ابوك ده بنته بجت عروسها ومخلصة جمعة وبيمدي يده عليها يرديك يا باشا كل ما تروح تشتغل تقعد يومين فيه وتسيبه وتمشي وهي مش ملزمة تشتغل وتصرف عليك وانت جاية في البيت ما تنزل انت تشتغل وتجيب رزجك ورزج بيتك ماشي يا باشا بعد اذنك ده امور عائلية ومحدش ليه دخل بيها وانت يا بيت لمشانطتك وخلاجاتك وما شوفش وشك هنه تاني عاد هروح فين يا بوي هتسيبني لكلاب السيكة كتنهش فيه وبعدين افتكرت ان ادم واقف وقالت لنفسها مش عايزه يشوفني منكسرة ابدا تعال انزلي تحت عند امي هي كانت محتاجة حد يساعدها في شغل البيت الله ينور عليك يا باشا ايوة هو ده الحديث اللي بصحيح انزلي يا بيت اشتغل عند الحجة ملباشة وبجيطلعيلي بالليلة على النوم لا هي مش طلعلك تاني هي هتبات معامي وتخلي بالها منيها وفلوس شغلها هتكون ليها لوحدها تجيب بيه اللي هي عايزاه انت مش هتطول منها حاجة تانية يا ردوان هو بجعرف انك زعلتها او تعرضت لها وشوف ايه اللي هيحصل لك مني دي بيتي وليها حاجة علي يا باشا ادم بصله بغضب وقال لصفية انزلي يلا عند امي وفي بيت ادم اتكلمت ام ادم وقالت حبيبتي يا صفية ابوك ده منه لله ما بيتهدش صفية هتفادك في البيت يا امي وعشان كمان لما بجم سافر اكون متطمن عليك ان في حد معاك صفية في سرها بتقول يا طرى انت بتحبني زي ما انا بحبك ولا بتعمل اجدها عشان صعبان عليك خلي بالك من امي يا صفية وتعطيها العلاج في مواعيده ولو احتجتي اي حاجة اطلبيها مني وكمان هيكون لي كرتي بشهري ثابت شكرا يا ادم فكرتيني بزمان واحنا عيال صغيرين وكان لما حد يضربني في الشارع اجرع لك اقول لك وانت تروح تضرب اللي ضربني وتدفع عنه فكرة يا صفية كانت احلى ايام والله تعال يا صفية اعرفك مكان الحاجة عشان انت بجل هتجهزلنا الغدى النهاردة عايزين ناكل من يدك يا صفية حاضر يا خالتي مش عارف اشكركم ازاي على تعبكم ده معايا متقوليش كده يا بيت تعيب ده انا اللي مربياكي انت في مجام بيتتي اعتبريني من النهاردة نمك وادم اخوكي الله هيخلكوا لي عند ردوان اتكلم سمير وقال ماينفعش الحديث المسخ ده يا ردوان هو مش انت عطتني كلمة ان خلاص صفية هتتجاوزني وانا دفعتلك مهرها هأصبر بس يا سمير يا صاحبي كل حاجة هتبقى تمام هيومين جده وياخدها من عنديهم وتتجاوزها على طول انا مرتي ما تشتغلش في بيوت الناس يا ردوان عايز الناس تكل وشي ويقولوا علي ايه عاد يا سمير دي الحجة مؤادة مش غريبة وسكنة تحتنا مش بعيد هيومين بس وابنها الزابد ده يهدى من ناحيتي وهجيب البيت طوالي لو كانت بكتابي ما تمش بكرة على صفية تجيب الخمسين الف جنيه اللي انت أخدتهم مني يا ام هزجينك بالشكل اللي معايا ماشي يا سمير وفي البيت عند ادم اتكلم ادم وقال انا اجزت خلصت وهسفر بكرة يما خلي بالك منيها يا صفية ولو احتجتوا اي حاجة هتلاجوني عندكم على طول خلتي مؤدم في عناي اللي اتنين الباب خبط وراحت صفية تفتح الباب وتكلمت وقالت ابوي عايز ايه جاي ليه عايز ايه يا ردوان جاي عايز بيتي عشان خطبها مستعجل على الجواز وجوازهم بكرة جواز ايه هو انت مخطوبة يا صفية لا انا ما كنتش موافقة على الجواز ده عايز يجوزني صاحبه واني رفض الجواز مني وانا اخدت كلمة مع راجل وجبط مهرك واني مش موافقة باجة تجعودي في شجة راجل غريب هروح ابلغ فيك يا ادم واجول انك بتستغل سلطتك وهجرسك في كل حتة مش عايزين مشاكل يا ولدي رجع له بيته خلاص يا ادم قطر خيرك لحدك ده انا هرجع مع ابوي انا مش رايز ادخل حياتك عامل لك مشاكل ابوك مش هيهملنا لحالنا انا هتجوز صفية وكاتب كتابنا بالليل وهتبجي مرتي على سنة الله ورسوله وهتفعلك المهر اللي انت خدته من الراجل صاحبك ايه اللي انت بتجوله ده يا ولدي بتعمل في نفسك اجده ليه لا يا ادم مش عشان صعبان عليك تتجوزني هملني الحال يا ادم انت تستاهل واحدة حسميني واحدة بنت حسب ونسب لكن انا منفعكش خلاص انا قلتك المتي هنتجوز بالليل يا صفية وانت يا ردوان بعد كتب كتبنا لو تعرضت لها تاني والله ما ارحمك لانك راجل عديم الاخلاج والمسئولية بعد كتب كتب صفية وادم اتكلم المأزون وقال بارك الله لكم وبرك عليكم وجمع بينكم في خير ادم باين على ملامح الحزن صفية بتكلم نفسها وبتقول انا عارفة يا ادم انك عمرك ما تحبني ولا عمرك حبيتني انا مجرد وحدة صعبة عليك وتجوزتها عشان ترحمها من بعدة لتبوها مع انك الرجل الوحيد اللي انا حبيته من وحنة عيال صغيرة وكان نفس اليوم دياجي ادم بيتكلم مع نفسه وبيقول يا ترى نتصرعت في قراري طب شروك حبيبتي لفي الكهيرة اللي انا وعدها بالجواز هجل لها ايه ام ادم عادة بتحاول تدري غضبها من اللي ادم ابنها عمله وقربت من ادم وقاريت له بصوت منخفض مش دي الجوازة اللي كنت بتمنها لك يا ولدي كنت رايدك تتجوز بالتحسب وناسب بعد كتب الكتاب اتكلمت صفية وقالت انا هدخل احضر لكم العشعة صفية دخلت المطبخ اما ام ادم قالت انت رضي يا ولدي عن الجوازة دي اللي عملت في نفسك اجده انا شايف الحزن في عينيك وما تجدبش علي يا ولدي هي اما صفية صعبت علي البت غلبانة وملهاش حد ورفالها مش متقبلها كزوجة ولا هقدر اتقبلها في يوم من الايام هو هيبقى جواز على الورج وبس لحد ما ابوها ده يهملها لحلها وهي يا امي جادة معاك بتاخد حستك عشان ابقى متطمن عليك وانا مسافر صفية وقفة وسمع كل كلامهم وهم مش شايفينها اتكلمت ام ادم وقالت يا ولدي هي عشان صعبت عليك تتجوزها طب يا حبيبي ما كنت تعطيها جرشن وخلاص يا اما ابوها عايزي جوزها رجل اكبر منه ازاي اجا فاتفرج على ابوها وهو بيبقها بالرخيصك ده هي مسألة وقت بس لحد ما هي تحل مشاكلها صفية سمعت كلامهم كله وفضلت تبكي وتمسح في دموعها خرجت حاطة الاكل على الترابيزة علشان ياكله اتكلم ادم وقال اجعودي عشان تكلي معنا يا صفية لا هندخل انا كل انتو صفية سبتهم ودخلت قضتها شكلها سمعتنا يا اما واحنا بنتكلم زين انها سمعت يا ولدي عشان تبقى خبرانا رأسها من رجلها ما هو حرام عليك برضو تعشمها بحاجة مش هتحصل خايفة كنت جرحتها يا اما انا هدخل انام لاني عندي صفر الصبح بادري تصبحي على خير يا امي وانت من اهله يا ولدي وفي صباح يوم جديد في القاهرة ادم في شغله في الاسم بتاعه قاعد بيفكر يا ترى اللي هو عمله معصفية ده صح ولا غلط الباب خضت ودخلت شروق حبيبته وقالت وحشتني يا ادم كل ده غياب معلش كان عندي ظروفك ده في البلد المهم انت ايه اللي جابك هنا بابا عنده جلسة النهاردة فجيت معاق اعملك مفاجأة وشوفك اخبار معاق المستشار ايه وصحته عاملة ايه وحشني والله الحمد لله كويس بيقولي انا زيقت منك انت وادم مش عارف هتتجوزه امتى بقى اه المهم اتكلمت مع والدتك بخصوص موضانة ادم بارتباك لأ لسه معرفتش هتكلم معاها عندي ظروف في البيت وجده هو ده ينفع يعني ادم بابا مش هيقبل بالوضع ده لازم تتكلم مع والدتك في اقرب وقت هو تجيبها وتيجي البيت تتقدم لبابا ماشي يا شروق طب قوم يلا خرجني نتغدى برا عندي شغل مش فاضي ما تزعلش مني هعوضك مرة تانية الايام جاية كتير تمام انا نزل اخرج مع اصحابي استني هو ايه اللي انت لبسا ده مش انا قلتلي جابلك ده كتير انك ما تلبسيش قط ولا قصير انا راجل صعيدي وبغير على اهل بيتي بطل رجعي يا بقى يا ادم هو ده ستايل لبسي ومش هغيره بلاش تكون رجعي ايوان اراجعي وبعرف ديني كويس ومش هدبل ان ورتي في يوم الناس تتفرج عليها وهي ماشية لما بأمراتك يلا سلام شروق سبته مشيت وهو بيتكلم مع نفسه وبيقول هو انا فعلا بحبك يا شروق ولا بحب فيك نسبك وعيلتي وانك بنت معالي المستشار اللي هيخلينا ترجع في شغلي انا معدتش عارف خلاص انا عايز ايه عند صفية واما ادم في البيت اتكلمت صفية وقالت هو ادم سفر يا خلتي سفر اجده على بطن فاضية وما صحانيش حضر له الفطار اه يا بتي سافر همي يا صفية هتلي لليش بتاعي اخده لاني حاسة بدوخع قامت صفية تجيبي العلاج لها ورجعت لقيت الحجة مؤادم وقع في الارض خلتي مؤادم ملك يا خلتي فوجي يا خلتي الله يخليكي فوجي في المستشفى امه ادم نيمة على السرير والدكتور قال الحمد لله انك لحكت الحجة في الوقت المناسب لقدر الله لو ما كانتش تلاحكت كانت دخلت في مضعفات خطيرة هي كان حصل لها ايه يا دكتور غيبوبة سكر هي كانت منفعلة او حد زعلها لا ابدا يا دكتور هي كانت جادة كويسة وبتتكلم معايا بس كانت ديخة هي هتخرج من المستشفى ميتة يا دكتور يومين بس على محلتها تستقر ونزبط لها السكر بعد شوية صفية اعدل الكرسي جنب ام ادم علشان لو احتاجت حاجة تليفوني الحجم وادم بيرن وكان ادم هو اللي بيتصل على امه فصفية ردت عليه وقالت له قالوه ايوة يا ادم ازايك يا صفية انا برن من بدر على امي هي مش بترد علي لي طمنيني عليكم عن جلجان امي فيها حاجة اتطمن يا ادم هي بس تابت شوية وروحنا على المستشفى وشوية بس لما تفوجها خليها تكلمك امي في المستشفى ليه حصول لها ايه امي عاملة ايه دلوقتي طمنيني عليها يا صفية بالله عليك جليل الحجيجة امي فيها ايه امك بجيت كويسة والله يا ادم هي بس كل الحكاية ان هي كان السكر علي عليها شوية وحجزينها في المستشفى لحد ما يتزبط انا هسافر وجايلكم مسافة السكة وكون عندكم اطمن علمي بنفسي مفيش داعي لجلجك يا ادم انا معها وخلي بالي منيها خليك انت في شغلك انا جاي مع السلامة يا صفية خلي بالك منيها لحد ما جي بعد ساعات في المستشفى اتكلم ادم وقال امي عاملة ايدي الوقت يا دكتور طمني عليها اطمن يا ادم باشا هي جات المستشفى في الوقت المناسب والحمد لله اتلاحجت شكرا لك يا دكتور الدكتور ميشي واتكلم ادم لصفية وقال مش عارف اشكرك ازاي يا صفية على اللي عملته لامي لو لكي معاها كانت امي لقدر اللحصوا لها حاجة انت امك كتر خركم على اللي عملته معايا جعدتوني في بيتكم وحمدوني من ازابوية اتكلم ادم لامه وقال الف حمد الله على سلامتك يا امي مش تجمدك دهي بطل اجدهتك لجيني عليكي ليه يا ولدي جيت المشوار ده كله كنت خليك في شغلك ليه يا صفية جلتيله عند ادم وصفية واما ادم في البيت اتكلمت صفية وقالت جاهزتلكم الغداء يا حاجة جوم يقولي لك لجمة رم عظمك خد صدر الفرخة ده مني يا ادم هيعجبك جوي تسلم يدك يا بيتي صفية طلعت جدع جوي يا ادم ربنا يخليها لنا يا حاجة ادم بص على صفية ولاحظ في عيونها فرحة من كلامه فقال لنفسه انا مش عايزة عشمها بحاجة لا تفتكر ان انا عايزة تجاوزها بجد وامايل كنت عايزك يا حاجة تجي معي القاهرة علشان تختبلي بنت معلي المستشار شروج اللي كنت كلمتك عليها يا ماما ماينفعشك ده اتأخرنا عليهم جوي يا حبيبي يا ولدي ربنا يفرحنا بيك زغرت يا صفية ابني ادم هيتجوز وهيبج عريس ويفرحني بعياله صفية بحزن وانكسار مبروك يا ادم ربنا يتمملك على خير لو عايزان اطلجك يا صفية عشان ربنا يكرمك ويرزوجك بابن الحلال اللي يصنك ويحافظ عليك انا موافج لا يا ادم ما اطلجنيش انا مش بفكر في الجواز اصلا انا مبسوطة وانعيشة مع خالتي وبخلي بالي منيها وفي القاهرة عند شروق في البيت ام ادم قالت دي عروسك يا ادم البيت زينة ما شاء الله عليك يا بتي الله اكبر زي البدر في تمامه تقولي للجمر جم ونجعد مكانه معالي المستشار بتكبر امك شكلها طيب وغلبان قوي ادم ام تابت وشجيت لحد ما كبرتني ووصلتني للانا فيه ده وهفضل فخور بيها طول عمري ام ادم بتطبطب على ظهر الشروق وبتقول لها يا زين مختار ابني قامت شروق بادت عنها علشان ايده ام ادم ما تلمسهاش ادم شاف المنظر وخد باله وتضايق من اللي شروق عملته مع والدته اتكلم معالي المستشار وقال بنتي طبعا يا ادم انت هتجيب لها شقة هنا في القاهرة واستحالها هتهيش معك في السعيد للأسف يا معالي المستشار بنتك جعدة وجرفانة من امي واني جزمي تمي في جراسي واللي هتجوزها هتحط تمي في عينيها ومن الظاهر كده انني وبنتك مش هنتفك في الموضوع ده فمن البداية كده بدل ما نتعب مع بعض بعد كده كل واحد في حاله انت اكيد تجننتي يا ادم انت بترفض بنتي خد امك دي واتلع برا بيتي انا اصلا ما شرفنيش نسبكم اشكرك يا معالي المستشار ادم خد ايد والدته ورجع على بيته اتكلمت ام ادم وقالت حاجك علي يا ولدي لو كنت انا السبب في انك ما تتجوزش حبيبتك انا اصلا عمري ما حبتها يا ام انا كان عجبني فيها النسب والحسب كان تفكري وقتها غلط والحمد لله ان انا فقت في الوقت المناسب وبصراحة يا امك ده انا معجب بحد تاني من دي يا ولدي صفية يا امي انا عايزها فعلا هي ديه اللي انا حبتها بجد عارفة يا امي انا نزلك القاهرة تاني يوم بعد جوازي منيها ليه عشان ابعد عنها وحاول انساها لكن تفكري كله كان فيها يا ولدي بس دي من الشبهك ولا من مستوكل اجتماعي ليه ياما بتقولك ده صفية متعلمة معاها كلية التجارة وتقدر تشتغل في اي مكان كويس بشهادتها لكن هي لظروفها صعبة انا بحبها والله يا ولدي زي ما تكون بيدي وشفتي منيها حنيتها علي ربنا يوفجك يا ولدي ويجعلها خير الزوجة صالحة ليك يلا نملنا ساعتين يا امي جبل ما نسافر المشوار طويل وفي السعيد في البيت عند صفية اتكلمت صفية وقالت ممكن اطلب منك طلب يا ادم جبل ما تسافر كنت قلتلك ان انا مش عايزة اتطلق لكن دلوقت انا عايزك تطلقني عشان ان لو ما كان خطبتك شروج هتدهج وهزعل واني مش عايزة اخرب لك حياتك بس انا خلاص مش هتجوز شروج انا عايزك انت يا صفية في حياتي انت اللي شبهي ومني انا كنت سمعت كلامك كله معمك بعد كتب كتبنا مش عايزة ان انا اصعب عليك ما تبوضش حياتك علشاني وفي الاخر ترجع تندم لو سمحت يا ادم طلقني لا يا صفية مش هتلقك انا عايزك انا طلع بتابويا وتبعتلي ورج الطلق عنده فوق استني يا صفية لكن صفية تجهلته وثبته وطلعت عند بيت ابوها صفية ثبتني ياما فاكراني اني بتجوزها عشان هي صعبان علي انا مش عارفة عايش من غيرها ياما بتحبها جوي كده يا ادم اه ياما بحبها من وحنا عيال صغيرة وكنت بحاول انساها لكن للأسف معرفتش وفي البيت عند صفية اتكلمت ام ادم وقالت ازايك يا صفية غبتي وجلت عدولك ده يا بيت هونت عليكي ما تجيش تسألي علي هو انا يا بيت مش في مجام امك والله يا خلتي كنت وحشاني جوي بس تاني كان لازم ابعد هو ده الصح يا خلتي عشان ادم يعيش حياته مع اللي بيحبها مش عايزة اخرب له حياته طب منت اللي ادم بيحبها ادم مش رايد حد غيرك يا بيت وحنا عند البيت الملحوثة اللي كان رايد يخطبها هو اللي رفضها يا بيت كان بيحاول ينسكي بيها لكن معرفش سداجين يا صفية ادم عايزك انت هم نزل يا بيت معي الجوزي انا بحب ادم جوي يا خالتي من وحنا لسه عيال صغيرة تسداج الواد ادم لسه جايين لكلمتين دول هم يا بيت ننزل بيتنا جبل ما بوكي ياجي حياتي النهاردة طول عمري بحلم ان انا كن مرتك ولما دخلت كلية الشرطة وبجدت زابط كنت بجولي نفسي استحالة بعد ما بجى زابط هيتجاوزك انت انت مش قليلة يا صفية انت طول عمريك شطرة ومشتهدة وتستهل كل خير واحلى قرار اخدته في حياتي هو ان انا كمل معك حياتي وكون فخور بك قدام الدنيا كلها انك مرتي الحمد لله عوض ربنا حلو جوي ان بعد العسر يسر الحمد لله ان ربنا عوضني بيك انت وعاشوا مع بعض حياة سعيدة وخلفوا بنات واولاد والحد هنا خلصت قصتنا واتمنى تكون عجبتكم واستنوني في قصص تانية كتير دمتم في امان الله